شهيد واثنى عشر جريحاً منهم أربع نساء باعتداء إرهابي جديد في ديالا طال هذه المرة منطقتين السيد وعلي الناصر في قضاء الخالص شمالية المحافظة شهود عيان ودوض ضحايا قالوا نيو تيفي إن عناصر من داعش تسللوا إلى المنطقة وهاجموا الأهالي بأسلحة القنص والأسلحة الرشاشة طلعوا هنا جاي بشكلهم بالمطور ساعة تسعة ونوص بالعشرة إلى شوية انطقلوا في الشقال هنا جعلهم بالبيل انطقلوا في الشقال طلعنا التراكم اللي جينا هنا لقناهم هذا اللي عيط وهذا المصاويب وقع واحد ساعة عم وقع فطلع أبويا منا شاء الإسلاح بطلعت ليما وصل هنا تقريباً هاي المنطقة هو نضرب منين ضرب؟ صح جاي بنعمي اللاخ على صحة هم أخذ السلاح منه رات يرمي هم من ضرب فوقه الاعتداء الإرهابي هو الثالث من نوعه في ديالا خلال أسابيع بعد حوادث متفرقة أبرزها في قراشروين لكن المنطقة المستهدفة ليلة الأحد لم تشهد خروقات منذ عام 2007 لقربها من مركز المدينة فيما يعزو مسؤولون أسباب الحادث إلى وجود ثغرات أمنية تسمح بتسلل الإرهابيين من ضفاف نهر ديالا إلى مناطق مختلفة هناك طرق توصل إلى ضفاف نهر ديالا حيث في هذه المنطقة يتواجد تنظيم منذ فترة طويلة ولم يتم القضاء عليه وخصوصاً من المنب تبدأ من منطقة العبارة ومنطقة المخيسة وهذه المناطق إلى بزايا الشروين نريد عمليات أن تكون هذه العمليات جدية مبنية على معلومات استخباري الدقيقة لم تعلق الأجهزة الأمنية على الاعتداء وسط مطالبات بإجراءات أمنية معززة بكاميرات حرارية وأجهزة تقنية تحد من الأعمال الإرهابية وتسهم بالسيطرة على الأمن وخاصة في ظل اعتماد عناصر داعش على أسلوب الكر والفر واستخدامهم أسلحة متطورة مجهزة ونواظير ليلية وفقاً لمصادر استخبارية على العنبكيو تي في ديالة